وقد انطلقت فعليات منتدى الأعمال البحرينية المصرية الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين بالتعاون مع عرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الصناعات بجمهورية مصر العربية بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين إضافة إلى أكثر من أربعين شركة بحرينية وعدد من رواد الأعمال الشباب وممثلي الشركات المنضوية تحت قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد كبير من رجال الأعمال والشركات المصرية وقد أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن المنتدى الذي يستقطب عددا ضخما من رجال وسيدات الأعمال وممثلي كبريات الشركات البحرينية والمصرية يأتي ليؤثر توجهات وطموحات القيادتين السياسيتين بكل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في تعزيز وتطوير الشركات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة بين أقطاب القطاع الخاص في كل البلدين الشقيقين كما أضاف الوزير أن المنتدى سيستعرض ويناقش فرص وإمكانات التعاون الاقتصادي المشترك ومناخات الاستثمار المتوافرة في كل البلدين الشقيقين في جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وقطاعات السياحة وصناعة المعارض والمؤتمرات كما سيتم خلاله توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الخاصين في كل البلدين كما عقدت على هامش أعمال المنتدى جلسات عمل ثنائية بين القطاعين الخاصين وفيما يتعلق بمجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فهي تتمثل في قطاعات التجارة الصناعة الأمن الغذائي والقطاع المصرفي والمالي الطاقة البديلة التعليم السياحة والمعارض والمؤتمرات مواد البناء والثروة الحيوانية أشوف أن الزيارات أو المنتدريات مثل اللي حاضرين اليوم وهو يعطي فرصة إلى زيادة التبادل التجاري بين البحرين وجمهورية مصر العربية التبادل أو الحجم التجاري كان تقريباً 160 مليون في 2012 زاد في أواخر 2015 إلى فوق الأربعمائة وعشرين مليون فتضاعف خلال الثلاث سنوات السابقة ونحن نشوف في مجال كبير أن نزيد هالرقم فوق المليار وأكثر بس نحتاج أن خلال هاللقاءات نحدد شنو هي الفرص اللي ممكن ننفذها فيتخيل لي اليوم تكلمنا عن عدة فرص نحتاج أن نتابعها من ضمنها فتح خط مباشر بين شرم الشيخ والبحرين من خلال الطيران المصري إن شاء الله فهذه الأمور تبادل السواح بين الدولتين والأمور الثانية نحتاج أن ننفذها ويتخيل لي هذا يعطينا فرصة إلى زيادة التبادل التجاري بين الدولتين اليوم تكلمنا عن فتح خط من بين الطيران المصري ومن بين شرم الشيخ والبحرين ونحن بدأنا النقاش بالتنسيق مع وزير المواصلات وبالتنسيق مع شركة مطار البحرين ويتخيل لي هذه يعني واضحة نحتاج إن شاء الله تبادل الرغبة من الطيران المصري النقطة الثانية يتخيل لي تكلمنا عن التأمين القذائي والتعاون بين المملكة البحرين وجمهورية مصر العربية يتخيل لي هناك حاجة من قبل مملكة البحرين وهناك طبعا موارد هائلة موجودة في مصر يتخيل لي من خلال قرفة التجارة البحرين وقرفة تجارة مصر وهو يمكن الآلية التنفيذ ويتخيل لي وزير الصناعة والتجارة أيضا واضع أهمية وإحنا كمجلس التنمية الاقتصادية مستعدين أن ندعم الموضوع الثالث نقطة اللي إحنا مجلس التنمية الاقتصادية مهتمين فيها وجمهورية مصر لها خبرة كبيرة في هذا المجال هو احتضان رواد الأعمال وتقنية المعلومات ما شاء الله مصر عندها خبرة كبيرة وإحنا نحتاج أن نتعاون لأن في البحرين عندنا نية أيضا أن نكون بيئة ملائمة لرواد الأعمال ليس بس في البحرين بس في المنطقة ويتخيل لي أن نتعاون مع الجمهورية لإيجاد الحلول المناسبة ونستفيد من تجربة مصر فيه اتفاقيات ما بين أطراف حكومية هي إزالة المعوقات وأميدة التعاون في عملية التطوير وعملية تبادل الخبرات في مجالات التطوير زي ما في البحرين حريك طورت منسومة الترخيص نريد أن نستفيد بها هنا والعكس صحيح ما تبع عندنا منسومة نساعد فيها بنوضح فرص استثمارية استثمارات إن شاء الله دي تيها لحقا بعد مع الدراسات لكن أهم حاجة إيه فرص استثمار في مصر إيه فرص استثمار موجودة في البحرين أساسا الاستثمار في مجال الاحتياجات الأساسية زي ما تكلمني قبل كمجال الأخذية أو الأدوية أو فتح الأسواق بالنسبة لبحرين كبوابة الخليج وبالنسبة لمصر هي بوابة أفريقيا والمنطقة العربية يعني هذه فرصة للقاء بين الجانب البحريني على مستوى الغطاع الخاص والجانب المصري كما تعرف يعني أي علاقات اقتصادية لا يجب أن تنحصر فقط على المستوى الرسمي ولكن اللي يعمق من هذه العلاقات هو لقاء القطاع الخاص في الجانبين يعني بحث الفرص الاستثمارية تبادل الأفكار بالنسبة لتسهيل كثير من التعاملات وقعنا اتفاقية مع صندوق الاجتماعي للتنمية في مصر وبنود هذه الاتفاقية حقيقة فيها أهمية كبيرة للطرفين وأهم البنود هو تبادل الخبرات في دعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات ودعم المشروعات التنموية وريادة الأعمال والخطوة الغادمة في الحقيقة لهذه الاتفاقية أن نأخذ بنود هذه الاتفاقية لحيز التنفيذ ونضع مدد زمنية للتنفيذ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر